أشياء مهمة وحساسة بسوء العملات الرقمية رح نحكي بهذا المحتوى عن انفجار العملات البديلة بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجراب لحتى تشوف أرباحي بنفسك تنضمني علي على الرابط اللي بأسفل الفيديو البيتكوين شباب من فترة حرب طائحينة بين المشتريين والبائعين ولازلنا بهذه الحرب والتلاعبات قائمة بيوم أمس شفنا البيتكوين مشكل نموذج الدابليو وأي كسر مناطق الـ 28.500 رح يسبب انفجار بالضبط هذا اللي حصل لكن ما قدرنا نغلق أعلى هاي المنطقة بالتالي نحن الآن عرضة للتلاعبات بيدي الحيتان وكل العمال بيصير هلأ عملية تحضير لحركة كبيرة أما إلى الأعلى أو إلى الأسفل الخبراء عمال بيحذروا بانهيار سوق لسوم اللي ممكن يسبب بانهيار سوق الكريب لكن شباب أنا برأي مجرد أخبار ما زالت الإيجابية موجودة بالسوق إذا مننتقل لنشوف الدومينوس الاستحواز يعني نسبة سيولة بالبيتكوين مقابل العملات الرقمية البديلة منشوف نسبة الاستحواز 46% انخفاض الاستحواز وارتفاع العملات البديلة أمر إيجابي جداً لكن انخفاض الاستحواز وانخفاض العملات البديلة هذا يعني نحن أمام انهيار بسوق الكريبتو إلى الآن الدولار الأمريكي بيتجه إلى أزمة كبيرة وانهيار ورح يكون إيجابي للبيتكوين وحتى للذهب لم يعد الاحتياطي العالمي مع انخفاض مستوى الدولار نحن منتوقع ارتفاع للبيتكوين ونسبة الاستحواز مجرد ما كسرت منطقة الدعم فممكن نشوف انفجار بالعملات البديلة يعني صديقي موسم العملات البديلة لم يبدأ بعد هاي فرصة لحتى تعزز من عملاتك وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة ألف تحية وشكر لألك صديقي لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الاستثمارية ما عليك صديقي إلا تنضمني لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو اشتركوا في القناة